طيب أنا إزاي يضرب نفسي علشان أوصل للمرحلة دي من يمكن تصالح مع النفس وصفاء القلب إزاي والسماحة الكبيرة اللي احنا نتعلمها من سد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم عندنا أربع خطوات لو الإنسان حققهم حيقدر يمارس طهارة القلب أو يقدر يصفوا قلبه لأن ده اللي احنا عايزينه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إلا من قتى الله بقلب سليم يعني عشان نخش الجنة لازم تبقى قلوبنا دي في الدنيا سليمة طيب تبقى القلوب السليمة إزاي قال لي رقم واحد علشان يبقى القلب سليم أن يكثر الإنسان من ذكر الله تبارك وتعالى في كل أحواله مع استحضار القلب دايما إما تؤمن النوم تذكر ربنا سبحانه وتعالى النبي علمنا لما بنؤمن النوم وفي أذكار الصباح بنقول دعاء بيخلي الإنسان يشعر بطهارة القلب بتقول إيه اللهم ما أصبح بي من نعمة بي بس لا أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يعني أنت بتحمد ربنا بس أنت تتأمل المعنى وتتأمل الكلمات بتحمد ربنا على نعم ربنا على غيرك مش على نعم ربنا عليك بس اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى لأن ربنا بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب أكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله ده يخلي القلب يتدرب على إخراج الضغينة منه وإخراج الحقد منه وإخراج الحسد منه لأن بالمناسبة لو اللي قدامك ده عدو ممكن أنت تؤثر فيه وربنا قال لك كده قال لك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمين إنما لو كان اللي قدامك ده في بينه بينك ضغن أو حقد أو حسد ما روش علاج عشان كده القرآن الكريم ما قال لكش تعالجه قال لك تعمل إيه قال لك تلجأ إلى الله قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد أيضا إذا إيه إذا حسد يعني هذا كله دليل من القرآن الكريم على أنك مش هتقدر تغير ما في قلوب الناس من الحسد لكن تقدر تدفع العداوة لبينك وبين الناس فالأفضل أنك تطهر قلبك أنت من الحسد رقم اثنين أن تراقب الله في كل عملك تراقب ربنا في كل عملك يعني تنظر وإنت بتعمل كده وتبقى شايف أن ربنا سبحانه وتعالى يراك إذا تكلمت أذكر سمع الله لك وإذا نظرت أذكر نظر الله إليك وإذا سكت أذكر علم الله فيك وإذا أردت أن تعصي الله فعصه في موضع فيه لا يراك عشان كده ابن عباس بيقول لنا في المراقبة على حاجة جميلة جدا لو إحنا مارسناها قل بنا ده حيتطهر بيقول لك إيه؟ بيقول لك وإنت بتعمل أي ذنب من الزنوب تذكر أن مع الذنب في أشياء أصعب من الذنب وذنبها أكبر قال رقم واحد قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب هذه أعظم من الذنب كونك بتعمل الذنب وبص حواليك كده عشان محد شايفك وإنت واخد ملك أن فيه على اليمين ملك الحسنات وعلى الشمال ملك السيئات ومش همينك ولا كأنك شايفهم خالص مع أنك متأكد من وجودهم ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيل هذه أعظم من الذنب وفرحك بالذنب إذا ظفرت به هذه أعظم من الذنب إذا عملت كونك فرحان وسعيد إنك عصيت ربنا وإنك قدرت تعصي ربنا إنك قدرت أنك تخدع إنسان أو إنك قدرت أنك تنتقم من إنسان بالظلم أو بالإذاء كونك سعيد إنك قدرت تعصي ربنا سبحانه وتعالى هذه أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فات منك هذه أعظم من الذنب إذا عملت والمجهرة كمان حزنك على الذنب معناها إيه معناها إنك حاولت تعمل في اللي قدامك دوة مصيبة ولا حاولت تعمل فيه مغرز ولا حاولت تعمل فيه مقلب ولا حاولت تعمل فيه أي حاجة ومقدرتش فبتبقى حزين وقاعد متوتر أنا ما قدرتش انت حزينك ما قدرتش شعص ربنا انت حزين هذا أكبر من الذنب بكثير وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك هذه والله أعظم من الذنب تصور إن الإنسان لما يخدع إنسان ولا يلبسه زي ما بيقو كده في منصيبة فيقاعد يضحك طب وإنت عارف إن ربنا غضان عليك في هذا الوقت ضحكك وأنت على هذه الحالة هذه أعظم من الذنب ثم قالوا في الأخيرة وانخلاع قلبك وانخلاع فؤادك إذا حرك الهواء ستر بابك وأنت على الذنب ولا تعتبر بنظر الله إليك هذه والله أعظم من الذنب إذا عملت كونك أنت بتعمل هذا الذنب أنت ماسك الموبايل وفي تجرؤ على الله ومش فرق عندك يعني لكن أنت خايف حتى والناس يشوفك جميل جعلت الله سبحانه وتعالى أهوان الناظرين إليك ترجمة نانسي قنقر